بي بوزيتف اليوم مع مدربة المهارات نينا شالهوب أهلا وسهلا فيك نينا هاي رانيا اليوم أو مثل العادي نحن بفقرة بي بوزيتف مواضينا هي دايما لنحفز الناس لحتى ياخدوا الميلة الإيجابية من هذه الحياة حتى بوقت الصعوبات حتى بوقت الضياء حتى بوقت أوقات ما منكون لنا جلد نفكر ولا ناخد أرار ولا شيء. اليوم بالذات رح نحكي عن الأرار المناسب بالوقت الغير مناسب يعني لما منكون تعبنين لما منكون ضايعين لما منحس أنه خيار متعبنا كتير أنه ناخده. شو الطرق هيك العملية لحتى نعرف ناخد الـ good choice أوكي رانيا أنا مثل كل مرة والدايما هالأزافي اللي عم يحضرونا يكون معهم ورقة وقلم لأنه دايما لمن بيكون معنا ورقة وقلم منوصل لحلول ولأفكار كتير بتختلف إذا نحن عم نفكر بيننا وبين حالنا. إذا بحبوا يتابعونا والأسئلة اللي رح تمروا معنا يستعملوا إذا عندهم شيء مشكلة أو شيء بدوا يقرروا. بالـ procedure بيقدروا يوصلوا معنا لمترح. على كل حال الأسئلة كمان نحن بناخدها من المشاهدين اليوم مباشرة على الهواء على السفر أربعة ست أربعات لحتى نتواصل نحن ويهن. المشاكل ممكن يطرحوا ضغري. منجربوا نلاقي حل رجعوا يشوفوا هالحلقة بالريبلاي على mtv.com.lv وعلى الـ application. أول شيء ليه الأوقات عادة منقدر ناخد قرار ليه أوقات ما بيعد فينا نعرف نفكر أو منضيع لهالدرجة؟ رانيا أول شيء بدأي دوي على شغلة إنه كل شيء عنا في مشكلة هلأ صار معروف إنه في تكنيك وصار فينا نتعلم إشياء تحللنا هالمشاكل ليهي إنه كمانا كيف بدأي أرر أول شيء خلينا نحكي إنه الواحد ليه بيكون ضايع أو منه قادر ياخد قرار. إيام بتكون أنت عندك مشكلة مع حدا ما عم تفهمه على بعض. في إيام عندك مشكلة ما بتعرف بديك تحليها. أو شو البراسس اللي بديك تمشي فيه لحتى توصلي للهدف اللي بديكيه. في إيام بدي سافر عيش بره ما عم بقدر أخد قرار إذا لازم أخده ولا لا. بدي غير شغلة. البايزيكس هني زيتون. يعني هني عم نحكي عن أي نوع القرار بأي صعيد. يعني إذا عم نحكي عن صعيد العاطفة. عن صعيد المهنة. خيارات الحياتية اليومية الاجتماعية. يعني هني نفس الطرق رح بيكونه نستعمل. نعم. كنت بدي فرج على السلايد. أول شي لمن نحنا منبلش. أول شي بنا نسأل حالنا الأسئلة المناسبة لهالمشكلة أو لهالضياع اللي نحنا فيه. يعني مش حيال لأسئلة. بدي أقعد وفكر وأنا وعم بكتب. أنا شو اللي مني واضح بالنسبة لألي. أو شو اللي موقفني. أو شو المشكلة اللي ما عم لقيه لمطرح. لحتى أنا مرسي. لكن هون اللي عم نشوفه إنه أرار من أبسط الأرارات. يلي هو أرار الدايت. بدي أضعف. كيف بدي أقرر. شو نوع الحياة اللي بدي أعتمده. مضبوط. بس رانيا هوني بدي أفسر على شغلي بتصير. وأنا كتير اكتشفت اللي بعملون. إنه من الإنسان بيعرف الأسباب اللي وراء الأشياء اللي بتصير معه. كتير بيصير واعي لأشياء كيف يفضل يتصرفها. في عنا الدماغ مقصومة لتو بارت. ما رح فضل بالبيولوجي. بس عنديك الليمبك سيستم اللي هو بس شوف شغلي في عندك الانستنتيجاتيش. الغريزي هوني. دغري بروح أنا على التمتاشن. إنه شفت الأكل. بدي أكل اللي بحبه. ما بياخد الهلتي فود. القبل. خلينا على الكورتكس. اللي هو بفرجيك على البدل بعيد. إذا أنا هلأ أرحت أكلتها لأكل البيتزا. لأوين بدوا يودييني؟. بس نحنا دماغنا مركب بطريقة أغلبية الوقت. منروح على التمتاشن. ومنروح على القصة اللي نحنا بتعطينا. إذا بدك اكتفاء ذاتي بذات الدقيقة. يعني هوني عم نحكي عن هالشقين من الدماغ. يلي هن عكس بعضهم عم يشتغروا. تقريبا بهك أوقات. يلي هو الدماغ الأولي. يلي أول ما بتشوف الشهر. يلي بيحكي عن الرغبات عن غريزة الإنسان. والدماغ اللي بيفكر. اللي بيفكر. يلي بإلنا أي أو لا. لكن شو رح يصير فيك؟. مزهور. بقى نحنا لحتى نقدر ناخد قرارات بأسلم طريقة. قراراتنا بدأت تكون بأوقات نكون مرتاحين فيها. أول شيء إذا نعسنين منجرب ما ناخد قرارات. إذا تعبنين ما ناخد قرارات. إذا جعانين ما نفوت على المطبخ. ما روح على سوبرماتر. عرفت كيف يعني؟. بدك تجربة تكوني بوضع مرتاحة فيزيكي ومنتلي لتقدر تأخذ قرارات. لأنه. لأنا أعطي أكزامل كتير بسيط. إذا أنت ما أكلتك النهار وما تركت حالك تكوني مرتاحة. بس تفوت على المطبخ لأنك جعاني. رح تروحي على الأكل اللي بيشبعك والبتحبيسه. ما رح تروحي على الفوك والخضرة. من هيك إحنا إذا نترك حالنا وقتنا نأخذ أرارات بشكل إكليبري. أراراتنا بتكون سليمة أخرى. هوني عم نحكي عن كونديسيون فيزيك. اللي كتير عم ينحكي عنا اليوم. يلي هي عم بتأثر على النفسي. على الدماغ كيف عم يشتغل. لما الإنسان بيكون بكامل الجسدية. جسمه ومنتلي. 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 ومنتل. ستفوت التاكلة. كلنا بنعرف أسل يكون معصبية. يعني كمانا بديك متعصب وقتها بتاخد أراراتك. إذا كتير مبسوطة ما بتاخد أرار. إذا أنت كتير زعلانة ما بتاخد أرار. من هيك بيقلوليك نامي على الشغلة وتاني نهار خد أرارك. صباح رباح. صباح رباح. من هيك لازم نكون رائعين نحنا وقتا اللي عم ناخد هالأرار. بس كمان يعني الأرار اللي يتاخد بده مش بس تفكير. بده تحليل. بده نحط ما هيك يعني بده نحط الأشياء اللي منيحة الإيجابيات والسلبيات لهالأرار اللي راح نحن نحن. ما هي البروستس اللي هلأ راح نحكي فيه. هي أول شي بدي نبش على الأسئلة المهمة بالنسبة لإله. لأنه يمكن رانيا اللي مهم لإليك ما أنه هو زيته مهم لإليك. بدي نبش وفق لأي الأشياء المهمة بالنسبة لإليك. وبده يكون إليه معنى وإليه قيمة. يعني إذا أنا بدي سافر عيش برا يمكن أنا اللي بيعني لي ما بيعني لك. فأنا مشبورة فكر ليه بدي عيش برا. أو إذا أنا بدي أغير شغلي بدي نبش على الأسئلة الأساسية اللي أنا من وراها ضايعة وما عم بعرف كيف بدي أخذ قرار. ليبلش عشو بدي لأي أجوبة للي أنا بدي شو بسأل حالي. بسأل حالي أنا ليه بدي نقل شغلي لأني أخذ الشغل أنا ليه بدي نقل شغلي. ليه مش مبسوطة. ليه بني مبسوطة. راح ظلنا نعيد 80% من نحنا شو منعيش بيست على الإموشنز تبعنا وعلى شعورنا. وحطي قلبك على جنب. في عنا شغلي نحنا لما بدنا نقرر لازم ننبش على معلومات بالنسبة لقرارنا. تنكفي ما بدش أرجعيش برا. خلينا إخد شي تالي. إذا بدي غير شغلي اللي أروح على شغل أحسن. بدي نبش من بعد ما أنا أعرف ليه بدي أغير شغلي. بدي فتش هالشغلي اللي أنا بدي إيه. شو الأشي اللي أنا بحاجة لقلال حتى إنقل عليه. هي عضالتنا في الدماء. المعرفة. المعرفة. يعني أنا بروح على الجنب بشتغل ويركاوت. واللي هو بيعملك عضل جسميك. المعرفة هي زيتها بتقويلك عضل دماغيك. يعني أنا كل شي بدي أعرفه لازم أخذ معلومات مظبوطة موصوق منها. مش من وين ما كان. بدي أكون عند الشجاعة. لأنه في كتير ناس ما بيأخذوا للسجن. لأنه بخافوا. عطول الخوف مسيطر علينا. في ناس ما أنه نمعوادين يأخذوا للسجن. ودائما الناس بيعملوا مثل نوع من رزيستانس على التغيير. يعني. في ناس ما بيحبوا يطلعوا من الروتين طبعا. حتى ولو كان هالتغيير للأفضل. ولأنه يعطيهم قوة أكتر. ميديات يمكن أكتر. يأحة نفسية أكتر. بهالصورة التي شفناها. شفنا كتير قصص. يعني كتير نصايح. وهالنصايح هذه. بفتكر كيف يأحطينا الأرار المناسي. أنا حطيتون لحتى اللي عم يحضر يأخذ منهم اللي عم يناسبوا. اللي هو بحاجة لقلوا. لأنه في مطاريح بدك تتحدى حالك. لازم تطلع أوتسايد دي باكس. يعني تشوف الأشياء من برة. أيام رانيا بدك تأخذ ديسجن بطريقة بتعتبر حالك قيدة على جنب. تصير كأنك عم تحكي مع حالك. عم تنصح حالك. كأنك شخص عم يعطي نصيح على رفيقه. في أيام بدك تقوي حالك. ما فيه. إذا بتطلع حوليك. أغلبيت اللي وصلوا عملوا تشالنج. كسروا. كسروا الروتين. كسروا الهداوي اللي كانوا عايشين فيها. خلينا نأخذ اتصال نينا. أهلا وسهلا. من معنا؟ سبحية تكتيري. أسأل سؤال. تفضلي. أنا كانت عن تحكيي الدكتورة قبل. أنه أنا بيأخذ قرار بدي أعمل دايت. وما بقدر. بحيو اليوم يومين. بس ما بقدر أبقدر. شو اللي بيخليك توقفي. على الحلو كمان. على الحلو. بس بدي شوف شوف فيه. أعمل إراضي لحالي حسين أقدر حبيبتي. كثير حلو سؤاليك. وعن جد يعني ولو هكذا أبسط مثل عطيناه. بس أصعب شيء أنه يتنفذ. بضبوط رانيا. بس أنا دايما عن جد يجيب ورقة وقلام. وتكتب. يلا فضل. تجيب تكتب تقول أنا اللي بدي أعمل دايت. لأنه أنا إذا بيجي بقلك من هلأ لبكرة وبقنعك. وانت من وراء بدماغك مش مقتنع. ليه بديك تعمليه. وانت رادي تجيب هاب على الحلو. تقعد هي والورقة والقلام. تقول ليه أنا بدي وقف. ليه بدي ما أكل حلو. شو الأسباب. وتلاقي قبالون الأشياء اللي بدي تعمل فيه ان ارتباطات. أنه بدي أعمل هيك. بدي أعمل هيك. بصير عندها بلان. وهي مقررته. بشأنه رايحة عند حدن. وبس توصل لمطرح أكيدة لازم تاخد رأي حدن مختص. لحتى يعطيها الأسلوب الصحر. لحتى ما تضر حالة كمان. من هيك نحن نرجع من قول لازم يجيبوا معلومات من مصادر موصوق منها. بس هي لازم تبقى مقتنعة وعارفة. والورقة والقلم عن جد. نعم. بقاها الورقة والقلم حطينا الأسباب. دايما أسباب التغيير. ليه بدي غير. أسباب وهي بدأت تعرف. هي بتعرف حالة شو اللي بيوصلها إنها تضعف. في أيام مثلا الشوكولات ما تجيبوا على البيت. الحلو ما تحطوا بالبيت. ما هي دا بيساعد. يعني هي بدأت تقرر. شو اللي عم بيجرع وشو اللي بدأت توقفه. هون رانيا قبل ما يقطع الوقت. الدماغ عنده باور كتير مهم. هو وقتها بتطلع أو بتتخيل إشياء. لأنا أعتبر هالكريستل بول عم تعملي أنت عم تتخيل حالة الريزالت اللي أنت بديك تاخديه. مضبوط. لنقول أنا كنت عم بتخيل أنه بدي أغير هيدا الشغل وعم شوف حالة قاعدة بهيدا المطرح وعم بشتغل هيدا الشغل. إذا أخدت هون رح نمشي وان باي وان في هون. إذا أخدت هالقرار شو رح بيسير. وإذا ما أخدت هالقرار شو بيسير فيه. ودايما اللي من تفكر بهالطريقة دغربتها شوف شو حسيت. لأنه أنا بيبقى شي في هالإمج قدامي. نعم. أنا بهيدا المطرح. شو حسيت حبيت محبيت. لك أنا شو رح بيسير بطريقة العملية وشو شعوري رح بيكون. إذا أين وإذا لأ. برجع بسرقة إنه نكتبون. كل شي بنا ناخده بنا نوصله بي. شو منحس. هل رح أندم إذا ما عملت هالخطوة. أكتر شغلة. وفيه شغلة أكتر تدوير كيف تندمي ولا لا. تخيلي حالك. دايما يوز الإماجينيشن. تخيلي حالك. عمرك 85 سنة إذا الله رات. شو حالي أنه أنا إذا ما أخذت هالقرار وأنا بقيت محل ما أنا رح أندم ولا لا. هوني كمين حطة نقطة حلوة كتير. إنه ما أعطى الهم الناس الحوالي إلا أفراد عائلتي القريبين مني ويلي بحبوني. وأكيد نقدر نكسر الروتين مثل ما قلنا. ليه ما بنا نفكر بالناس. رانيا لأنه نحن كتير عايشين من جينيريشن للتاني بأفكار مش مزبوطة ومنا منيحة بحقنا. لها أنا مشكلة ما بدي أعمل شغلة وبيدي أخذ قرار. بدي أعطى الهم اللي قلوا علي والما قلوا علي. واللي في كتير ناس حوليك ما بدون مصلحتيك. في كتير ناس ما بهمون أنت شو بتعملي. أنا وقت بدي أخذ السجن ترجع لقلي وبتخصني لقلي. بدي أفكر أنا شو بنسبني. في أوقات الدسجن اللي أنا بخذها بتأثر على اللي حولي. اللي بتفرق معي إني أعطى الهمهم هني أكيد أهلي وعائلت اللي حولي وأكيد أصحابي اللي بيخافوا علي واللي بيحبوني اللي ما بيحبوني. يعني وين منحس نحن بهالطاقة الإيجابية عم تجي من الأشخاص دايما نوصق بفتكر هم بشعورنا. يعني منحس إذا الشخص عم بيزعجنا أو لا. أكيد بديك نوصق بشعورك وشعورك بيجي رانيا من العالم كيف تتعامل معك وكيف بتعاملك وكيف تصرفاتها تجاهك. نعم. نينا أنا بدي أشكريك. إن شاء الله يكونوا استفادوا الناس ولو 10% من هالمعلومات اللي عطيتنا إياها اليوم. شكرا لوجودكم معنا نينا. شكرا لأيك نينا. شكرا لأيك نينا. رحنا ناخد وقت في سريعة ومنتابع مع سانتي. خليكون معنا. شكرا لأيك نينا.